كل الطرق هنا ربما تؤدي إلى الموت وفي أفضل الأحوال إلى إعاقات دائمة هكذا أصبحت أقدار قاطني أحياء تعز الواقعة في مرمى نيران ميليشيا الحوثين حسين وعبد الله وحمادة ثلاثتهم كانوا آخر الضحايا المدنيين في حي الزهراء المحاذي لمناطق سيطرة الحوثيين حيث تم استهدافهم بصاروخ حراري أدى لمقتلهم كانت ثلاثة أفراد نازلين على دراجة نارية وكانوا في زيارة عيدية وكان يستحبهم أحد أفراد القيش ولكن استهدفوهم بصاروخ حراري مما أحرقت دراجة نارية وأحرقت ثلاثة الأفراد فتوفيوا فورا وعجز الجميع عن إخراجهم وانتشال قثثيا فاستمرت قثثهم هناك بين الأمطار بين الرياح حتى صباح اليوم التالي لا يبدو هذا المشهد غريبا على سكان مدينة تعز ففي حيثياته مدنيون يسقطون باستمرار برصاص قناصة ميليشيا الحوثي وقذائفها التي تترصدهم من مناطق تمركزها على طول خطوط النار في شرق المدينة مرورا بالشمال وحتى الغرب منها تماهي مع الملف اليمني وملف تعز بالذات خصوصا من قبل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان قعل هذه الميليشيات تمارس هواية القتل وهواية الحصار بكثرة الأمر الذي قعل تلك الانتهاكات تستمر وتزداد يوما بعد يوم أرقام موجعة أحصاها مركز المعلومات للتأهيل والتدريب في تعز لانتهاكات ميليشيا الحوثي منذ يناير وحتى يوديو من العام الجاري إذ بلغت إحصائية القتل الذين استهدفتهم ميليشيا الحوثي بالقذائف والقنص والألغام نحو سبعة وتسعين قتيلة وقرابة ثلاثمائة وثمانية مصابين بحسب أحصائية مركز المعلومات غير مكترثة ببيانات القلق الحقوقية المحلية والدولية ولا بلغة الأرقام التي توثق جرائمها تستمر ميليشيا الحوثي في سياسة وأد الحياة الداخل مدينة تعز المحاصرة لها منذ سبعة أعوام مها علي قناة بالقيس تعز